المافيات التي اشتهرت بعمليات تهريب المخدرات والاتجار بها تتخذ اليوم دورا جديدا مستغلة انشغال الحكومات بمكافحة فيروس كورونا المستجد لتقوم هذه المافيات بتوزيع المساعدات على الفقراء مجانا في المكسيك التي تعرف بالفقر والفساد والمخدرات وأيضا بالعصابات التي تتحكم بالبلاد بشكل أقوى مما تقوم به الحكومة المكسيكية تقوم أليخاندريا جوزمان ابنة إمبراطور المخدرات في المكسيك خواكين ألتشابو بتوزيع المساعدات على المتضررين من الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المساعدات تحوي على الطعام وبعض الحاجات الضرورية ضمن صناديق تحمل صورة والدها وبحسب المراقبين هي محاولة من ابنة إلتشابو لتلميع صورة والدها الذي أغرق الولايات المتحدة بأطنان من الكوكين أما في إيطاليا والتي تمكنت منها جائحة كورونا بقوة وخضعت للحجر الصحي منذ التاسع من آذار والمستمر إلى هذه الساعة في ظل ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات تقوم المافيا الإيطالية بممارسة مهمات ظاهرها إنساني ولكن في حقيقتها هي مساعي للاستثمار في الجائحة عبر تعزيز قوتها وإظهار نفسها بأنها بديل للدولة من خلال تقديم المساعدات للفقراء وعائلات المساجد حيث انتشرت صور لعصابات المافيا المعروفة وهي تقوم بتوزيع المعونات فهل تمحي هذه المساعدات التي تقدمها عصابات المافيا الفضائع والجرائم التي قامت بارتكابها